اهلا بكم ورمضان كريم من 1400 سنة ظهر في العالم أحد أعظم الشخصيات في التاريخ البشري ألا وهو النبي محمد الذي يعد بلا شك مهما كان رأينا فيه ومهما تعددت الآراء حوله أحد أكثر إن لم يكن طبعا أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ الإنساني فالنبي محمد قد آمن به واتبعه ملايين من البشر منذ ظهوره وحتى وقتنا الحالي بل ويسكر حتى يوميا بالحب والخير والإجلال من ملايين البشر من كل أنحاء العالم لو حبينا بأن نعرف حكاية النبي محمد بشكل علمي وحيادي سنجد إنه لدينا اتجاهين الاتجاه الأول وهو الطبيعي والسائد وهو الرواية الإسلامية الرسمية التي عرفناها من خلال كتب السيرة والأحاديث والتاريخ وغيرها بالإضافة طبعا إلى بعض الإشارات عنها في القرآن الكريم والتي وإن اختلفت فيما بينها في بعض التفاصيل الصغيرة إلا إنها تتطفق في الصورة العامة للأحداث الرئيسية أما بقى الاتجاه الثاني وهو النظريات أو الفرضيات الحديثة التي ابتدت من سبعينيات القرن الماضي والتي تشكك في الرواية الإسلامية بكل وضوح وتقدم هي الأخرى رغم تنوعها واختلافها صورة مختلفة تماما أو رواية مختلفة تماما عن الرواية الإسلامية السائدة واللي بالمناسبة بيعتمد عليها على تلك الفرضيات معظم أو كل من ينتقد الإسلام سواء بقى مختصين أو غير مختصين في حلقة النهاردة بقى وبشكل مبسط وملخص هنتعرف بصورة عامة كده على الاتجاهين بحيث نقدر نفهم ونقيم مدى موفقية الرواية الإسلامية ومدى توفقها مع الأدلة التاريخية والأثرية وأيضا نقدر نفهم ونقيم مدى منطقية وصحة تلك الفرضيات الحديثة ركز بقى مع بعض في الحلقة الطويلة والتقيلة دية ويلا بينا نحكي حكاية نبدأ بحلقتنا مع بعض على طول بالاتجاه الأول لمعرفة سيرة النبي محمد أو حتى الرواية الإسلامية بصفة عامة ألا وهي زي ما قلت الرواية الإسلامية الرسمية لنبه أنا هتكلم معاكم باختصار شديد عن ثلاثة نقاط محددة النقطة الأولى هحكي معاكم بشكل مختصر وسريع الرواية الإسلامية نفسها وتحديدا سيرة النبي محمد موضوع حلقتنا وبعد كده هتكلم معاكم عن مصادر تلك الرواية وتلك السيرة وأخيرا هتكلم معاكم عن مدى موثوقية وتوافق هذه الرواية مع الأدلة التاريخية والأثرية المعاصرة لزمن النبي محمد بتحكي بها الرواية الإسلامية أن النبي محمد ولد في حدود الخمسمية واحد وسبعين ميلادية في مكة في قبيلة قريش توفي والده قبل مولده وتوفيت أمه وهو ابن ست سنوات فقام جده عبد المطالب برعايته ثم رعاه عمه أبو طالب بدأ بها محمد حياته في البداية في مهنة الرعي حتى سن الخابسة والعشرين عندما تزوج من السيدة الثرية خديجة دنت خويلد سيدة الأعمال وهي في الأربعين من عمرها وبالتالي تحول النبي محمد للعمل في تجارتها وأصبح تاجرا وكان يعرف بين قومه بالصدق والأمانة الموبة عندما كان في الأربعين من عمره جاءه الوحي وأمره بدعوة الناس لعبادة الإله الواحد وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام أو الآلهة المتعددة بدأ بقى النبي محمد دعوته في البداية سرا ولمدة ثلاثة سنوات ثم جاءه الأمر بالجهر بالدعوة وفعلا بدأ النبي محمد بدعوة قومه جهرا في مكة ولمدة عشر سنوات تلقى بقى خلالها النبي محمد الاعتراض والرفض بل وحتى الاستهزاء من قومه فقرر بقى النبي محمد على إثرها أن يتوجه بدعواته خارج مكة فتوجه أولا إلى الطائف التي رفضته وهي الأخرى ومن ثم أمر النبي محمد أتباعيه بالهجرة نحو الحبشة في البداية للتخلص من هذا الرفض والأزى ثم بعد ذلك قرر في النهاية الهجرة الكبرى والأخيرة نحو المدينة المنورة وفعلا هاجر إليها النبي محمد وأسس فيها أول مجتمع إسلامي بعد ثلاثة عشر عاما من الدعوة في مكة مباما من مدى النبي محمد بتعزيز وتقوية مجتمعه حتى أمر أصحابه في السنة الثانية بعد تلك الهجرة باعتراض أحد قوافل قبيلة كريش لاستعادة أموالهم التي سلبت منهم أثناء الهجرة فحدث طبعا القتال وكانت أولى المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي والتي تعرف بغزوة بدر والتي انتصر فيها المسلمون ثم جاءت كريش في السنة التالية اللي هي سنة الثلاثة هجرية لكي تأخذ بثأريها وفعلا استطاعت أن تهزم المسلمين في معركة أحد وبعدها بقى تشجع اليهود الموجودين في المدينة والرافدين لوجود النبي محمد فيها على محاولة التخلص منه ونقض عهدهم معه فحاولت فعلا فئة منهم وهي يهود بني النظير في السنة التالية اللي هي أربع هجرية أن تقتل النبي محمد ولكنها لم تستطع فحاصرهم النبي محمد حتى أجلاهم عن المدينة فاتجهوا ناحية كريش وباقي القبائل المجاورة لكي يشجعوهم على قتال النبي محمد واتفقوا أيضا مع يهود بني كريزة الموجودين بالمدينة لكي يسمحوا لهم بالدخول وفعلا تجمع ما يقارب العشرة آلاف مقاتل واتجهوا ناحية المدينة سنة خمسة هجرية فيما يبدو وكأنه نهاية المسلمين ولكن حينها اقترح أحد أصحاب النبي محمد وهو سلمان الفارسي أن يقوموا بحفر خندق حول المدينة لمنعهم من دخولها وهو ما نجحوا فيه ولم يستطع هؤلاء الجنود دخول المدينة ورجعوا بعد حصارهم لها نتيجة الرياح الشديدة وبالتالي انتصر المسلمون فيما يعرف بغزوة الأحزاب ولكن المعرقة لم تنتهي هنا حيث ذهب النبي محمد ليهود بني قريزة الذين نقضوا العهد واتفقوا مع هؤلاء الأحزاب وتم الحكم عليهم بأن تقتل رجالهم وأن تزبى نسائهم كما تقول الرواية ثم في السنة التالية وهي ستة هجرية أمر النبي محمد أتباعه بالاستعداد لأداء مناسك الحج والاتجاه نحو مكة التي ما إن سمعت بذلك حتى أرسلت وفدا للمسلمين وحدث بينهما ميثاق أو عهد يعرف بعهد أو صلح الحديبية الذي يمنع المسلمين من دخول مكة وينص على هدن بين المسلمين وبين قريش لمدة عشر سنوات وبعض البنود الأخرى التي تبدو ظالمة للمسلمين ولكن في النهاية كان الأمر زكيا جدا من النبي محمد وفي صالح المسلمين لأنهما بهذا الصلح تخلصوا مؤقتا من جبهة قريش وبالتالي ركزوا على جبهة باقي اليهود الموجودين في المدينة وفعلا في السنة التالية اللي هي سبع هجرية دهز النبي محمد جيشه وأرسله إلى حصن خيبر آخر معاقل اليهود واستطاع فعلا المسلمون بعد عناء أن يخترقوه وبالتالي تخلص النبي محمد من الجبهة الثانية وهي اليهود وبالتالي تفرغ للجبهة الثالثة وهي الخارج فأرسل حينها النبي محمد في السنة التالية اللي هي تمانية هجرية رسوله إلى مملكة الغساسنة وما حولها من قبائل في الشام والتي كانت تحت سيطرة الروم ولكنهم قتلوا هذا الرسول فجهز لهم النبي محمد جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل وأرسله لهم فيما يعرف بغزوة مؤتة التي انسحب فيها جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد لأن جيش الروم وقتها كان ضخم جدا حوالي مائة ألف مقاتل مبانو في هذه الأسناء خرقت قبيلة قريش صلح الحتابية واعتدت على أحد حلفاء النبي فقرر النبي على إثرها تجهيز جيشه والتوجه نحو مكة وفعلا استطاع فتحها بزكاء دون قتال بل وعفى عن أهلها وأعطاهم الأمام وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ما عدا أربعة رجال أمر بقتلهم وإن احتموا بأسطار الكعبة وده كان بسبب عدائهم الشديد له وللإسلام موبا بعد فتح مكة خافت القبائل الأخرى على نفسها وبدأت في تجميع بعضها واشتبكوا مع المسلمين فيما يعرف بغزوة حنين تمانية هجرية أيضا والتي انتصر فيها المسلمون وأيضا تجمعت بعض قبائل الشام ومعها جيوش الروم لمهاجمة المسلمين فيما يعرف أيضا بغزوة تبوك تسع هجرية والتي فيها انسحبت جيوش تلك القبائل مع الروم من أمام جيش المسلمين الضغط وبالتالي استتبأ أخيرا الأمر للنبي محمد وثبت أرقان دولته الكبيرة وتوالت عليه باب التالي وفود القبائل العربية للدخول في الإسلام وتوحد العرب حينها تحت رياته حتى جاءت السنة الأخيرة اللي هي السنة العاشرة من الهجرة والتي فيها قام النبي محمد فيما يعرف بحجة الوداع والتي فيها ألقى خطبته الأخيرة للمسلمين وبعدها توفي وعمره 63 عاما أي في حدود الـ 632 ميلادية دي كده أول نقطة معنا وملخص الرواية الإسلامية التقليدية طبعا فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا ولكن ده ملخصها نجي بقى للنقطة الثانية وهي مصادر تلك الرواية ببساطة شديدة هذه الرواية وكل ما نعرفه عن تفاصيل تاريخ الإسلام المبكر بدأ تدوينه بعد حوالي قرنين من مولد النبي محمد 571 ميلادية وبداية تلك الأحداث وده كانت تحديدا في عصر الدولة العباسية في حدود القرن الثامن الميلادي أو الثاني الهجري وده الحقيقة سببه كما يقول علماء الدين الإسلامي هو عدم اهتمام المسلمين بتدوين تاريخيا في البداية مثل باقي الأمم وحكاية بقى المصادر ديه أنه في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قام أحد المؤرخين المسلمين وهو محمد ابن إسحاق بأمر من الخليفة بتدوين سيرة النبي محمد اعتمادا على الروايات الشفاهية المتناقلة عنه عبر السنين وبالتالي أنتج لنا أول كتاب موثق تاريخي في الإسلام وهو السيرة النبوية أو سيرة ابن إسحاق اللي عرفنا منها تفاصيل السيرة أو الرواية الإسلامية بصفة عامة وبقول تفاصيل الحقيقة لأن القرآن الكريم وهو طبعا المصدر الأول في الإسلام لم يتعمق في تفاصيل سيرة النبي أو حتى الرواية الإسلامية بصفة عامة فقد ذكر فيه بعض الإشارات أو بعض الآيات للأحداث الرئيسية وبالتالي تعد سيرة ابن إسحاق من أهم مصادر معرفة تفاصيل سيرة النبي أو حتى الرواية الإسلامية لكل المؤرخين المسلمين اللي جاءوا بعد ذلك رغم أن الحقيقة ابن إسحاق تم اتهامه من قبل بعض علماء عصره المشهورين كالإمام مالك وغيرهم مبقى سيرة هذا الكتاب مفقودة حاليا فقد تبقى منها بعض الأجزاء ولكن قام بتهزي بها وتنقيتها من الزيف حينها المؤرخ ابن هشام وأنتج لنا سيرة ابن هشام في أواخر نفس القرن اللي هو القرن الثامن الميليدي وأيضا في نفس الوقت تقريبا ظهرت فكرة تدوين أقوال وأفعال النبي محمد أو ما يعرف بقى بالأحاديث النبوية حيث كتب الإمام مالك اللي قلنا عليه من شوية أوائل كتب الحديث وهو كتاب الموطأ للإمام مالك والذي جمع فيه الروايات التي يعتقد أنها منسوبة فعلا للنبي محمد ثم ظهر بعد عدة عقود الكتابين الأشهر في الأحاديث النبوية اللي هم صحيحي البخاري ثم صحيح مسلم بتشكل بها هذه الكتب أحد أهم مصادر الرواية الإسلامية بعد الكرآن الكريم وقبل كتب السيرة حيث يعتقد علماء الدين الإسلامي أن موثوقية روايات الأحاديث النبوية أقوى وأصح من موثوقية روايات السيرة النبوية بعد كده بقى بتأتي في مصادر السيرة النبوية أو حتى الرواية الإسلامية بصفة عامة كتب التاريخ الإسلامي اللي يمكن أشهرها وأقتمها على الإطلاق هو كتاب تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك لمؤلفه محمد بن جرير الطبري في القرن التاسع الميلادي أما بقى آخر مصادر السيرة النبوية معنا فهي كتب الشمائل والدلائل التي تهتم بأخلاق وصفات النبي محمد تمام ده كده بالنسبة للنقطة الثانية ومصادر السيرة النبوية أو حتى زي ما قلت الرواية الإسلامية بصفة عامة نجي بالنقطة الثالثة والمهمة الحقيقة وهي مدى توافق هذه الرواية مع الأدلة العلمية ببساطة شديدة بخصوص هذه الأحداث فأحنا لدينا نوعين من الأدلة لدينا أولا كتابات المؤرخين المعاصرين لعصر النبي محمد ولدينا ثانيا الأدلة المادية أو الأثرية التي تعود لعصره بالنسبة للنوع الأول وهو كتابات المؤرخين فعلى عكس ما يتوقع البعض فأحنا الحقيقة لدينا ذكر صريح للنبي محمد في عدد من المصادر غير الإسلامية كالبيزنطية والسيريانية والأرمينية وغيرها لمؤرخين معاصرين لعصر النبي محمد أو حتى بعد وفاته بسنوات قليلة كما عم بقى الحقيقة المؤرخ روبرت جي هويليند في كتابه أو رؤية الإسلام كما رأاه الآخرون ومن يبدأ مع بعض بأقدم ذكر صريح للنبي محمد في المصادر التاريخية المعاصرة لزمانه واللي كان في أحد المخطوطات السيريانية المنصوبة للكس السيرياني توماس الذي ذكر فيها بالتحديد أنه في يوم الجمعة 4 فبراير من سنة 634 ميلادية اندلعت حرب في أرض فلسطين بين الرومان وبين عرب محمد أو طائي محمد هو اللقب الذي أطلقه السيريان على العرب تقريبا نسبة إلى قبيل التأطيل مباب يقول توماس أن هذه المعركة انتهت بإنسحاب الرومان أمام العرب الذين خربوا الكرة وقتلوا قرابة 4000 من سكانها من المسيحيين واليهود والسامريين وهنا بقى زي ما احنا شايفين كده قدامنا هذه الرواية قريبة إلى حد ما من مواصفات غزو التابوك اللي قلنا عليها في الرواية الرسمية رغم أن تاريخ هذه المعركة هنا بيأتي بعد وفاة النبي محمد بسنتين وفقا للرواية الرسمية أما بقى ثاني أقدم ذكر صريح للنبي محمد فبيأتي في كتاب التاريخ الأرميني المنصوب للمؤرخ والأسقف الأرميني سيبيوس الذي عاش في أواخر القرن السابع الميلادي أي بعد وفاة النبي محمد بعقود قليلة ومذكر سيبيوس زي ما احنا شايفين كده قدامنا أنه ظهر رجل بين بني إسماعيل أو العرب اسمه محمد أو محمد كان تاجرا ويبدو أنه جاءه أمر من الله ليدعوا قومه إلى طريق الحق والاعتراف بإله إبراهيم وأنه شرع لهم ألا يأكلوا الجيفة وألا يشربوا الخمر وألا يجذبوا وألا يزنوا وقد قال أيضا لقومه أن الرب قد وعد إبراهيم ونسله من بعده بهذه الأرض للأبد وأن الله قد حقق وعده في ذلك الوقت الذي كان يحب فيه بني إسرائيل ولكن الآن أنتم أبناء إبراهيم والرب سيحقق وعده لإبراهيم فأحب إله إبراهيم بصدق واذهبوا واخذوا أرضكم التي أعطاها الرب لأبيكم إبراهيم فلن يستطيع أحد أن يقومكم في الحرب لأن الرب معكم وطبعا واضح هنا في هذه الرواية تشابهة إلى حد ما مع تفاصيل الرواية الإسلامية صعبها بخصوص أن النبي محمد كان تاجرا أو بذكرها لتشريعات مشابهة لما ذكر في القرآن الكريم أو حتى بذكرها لدعوة النبي محمد لإله إبراهيم المشابهة لتعاليم الدين الإسلامي أما ثالث أقدم ذكر صريح للنبي محمد فكان في السجلات التاريخية المسيحية المكتوبة بالسيريانية والتي تغطي أحداث القرن السابع الميلادي والمعروفة به كرانيكال أوف كويزستان نسبة لمدينة خوزستان في إيران التي يعتقد أنها كتبت فيها مباو مذكور في هذه السجلات أن الله أرسل على الفرس أبناء إسماعيل اللي هم العرب بقيادة محمد كريمال شاطئ البحر لا يرضعهم جدران ولا بوابات ولا دروع وأنهم استطاعوا فعلا السيطرة على كامل أرض الفرس وتكمل بقى الرواية تفاصيل معاركهم مع الفرس ثم بتختمها بأن العرب قد ذهبوا أيضا إلى الأراضي البيزنطية في سوريا ودمروها بالكامل وقتلوا ما يقرب من مائة ألف من جيوش الإمبراطور البيزنطي هرقل ورغم الحال هذه السجلات بيغلب عليها طابع الروايات الشفاهية يعني كثرة استخدام عبارات سمعنا أنه يقال إنه وغيرها إلا أن ما ذكر في هذه السجلات زي ما شفنا من شوية بيتشابه إلى حد ما مع ما يعرف بالفتوحات الإسلامية لبلاد فارس ولبلاد الروم وطبعا هوف أفصل دوة الحلقة الجاية ما بقى تولد بعد ذلك كتابات المؤرخين من مختلف شعوب المنطقة سواء بقى عن الإسلام أو حتى عن التاريخ المبكر له بعد وفاة النبي محمد واللي برضو هنعرفها الحلقات الجاية طبعا ده كده بالنسبة للنوع الأول من الأدلة وهي كتابات المؤرخين المعاصرين لزمن النبي محمد واللي زي ما شفنا مع بعض إنها لا تعطي تفاصيل كثيرة فقط إشارات محدودة لبعض أحداث الرواية الإسلامية ولكنها على الأقل بتثبت بشكل واضح الوجود التاريخي للنبي محمد وده الحقيقة مهمة إنه زي ما هنعرف كمان شوية أن هناك من الباحثين من ينكر وجود النبي محمد بشكل كامل مبقى نجي للنوع الثاني من الأدلة وهي الأدلة المادية أو الأثرية هبعد البحث وجدت ست أنواع من الأدلة المادية أو الأثرية المتعلقة بسيرة النبي محمد تعالوا بقى نغضون مع بعض واحدة واحدة عندنا أولا بعض مخطوطات الكرآن الكريم التي تعود لعصر النبي محمد أو لبعد وفاته بسنوات قليلة مثل مخطوطات صنعاء وبرمنجهام وغيرها واللي منصوبة طبعا إلى النبي محمد وثانيا لدينا عدد كبير من المواقع الأثرية سواء بقى في مكة أو المدينة المنورة والتي يؤمن المسلمون أنها مصرح كثير من الأحداث التي رويت في السيرة النبوية أو حتى الرواية الإسلامية أما بقى ثالثا فلدينا بعض النقوش الأثرية التي أيضا يعتقد أنها تعود لعصر النبي أو بعد وفاته بقليل واللي يمكن أشهرهم هو نقش زهير اللي شايفينه قدامنا واللي مشهور بذكره لتاريخ وفات الخليفة عمر ابن الخطاب في 24 هجرية أو 644 ميلادية اللي هو نفس تاريخ وفاته في الرواية الإسلامية ولكن حافي جدل كبير جدا حول تاريخية هذه النقوش حيث أرجع بعض المختصين لذمن أحدث من التاريخ المسكور اعتمادا على نوعية الخط المنقوش الذي يعتقد الباحثون أنه ظهر متأخرا ولم يكن موجود في الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام أما رابعا فلدينا المتعلقات الشخصية للنبي كالبردة التي كان يلبسها أو حتى بقايا آثاره كخصلات شعره واللي موجود بعضها بالمناسبة في أحد متاحف إسطنبول بتركيا فدي الحقيقة كلها لا دليل أبدا على أن أي منها يخص النبي محمد كما يقول حتى علماء الدين الإسلامي أما بقى خامسا بخصوص الرسائل التي يشتهر أن النبي محمد قد أرسلها لملوك عصره فدي الحقيقة هي الأخرى مشكوك في نسبها للنبي محمد حيث فحصها بعض المختصين وأوضحوا أن نوعية الخط المكتوبة به اللي هو أيضا الخط الكوفي لا يعود لعصر النبي فضلا عن تناقض ما يذكر فيها من معلومات مع الوقائع التاريخية المثبتة وقضيت بقى الرسالة دي الحقيقة فصلها عدد من الباحثين العرب ويمكن أشارهم الحقيقة هو الأستاذ يوسف زيدان في كتاباته وحلقاته وهبقى سيب طبعا في المصادر روابط للحدي التفاصيل أكتر أما بالنسبة لآخر نوع من الأدلة المتعلقة بعصر النبي ألا وهي العملات المعدنية هنا بقى ببساطة شديدة زي ما نعرف بالتفاصيل أكتر الحلقات الجاية أن كل العملات التي تداولها العرب من حتى قبل الإسلام وحتى عصر عبد الملك ابن مروان خامس الخلفاء الأمويين في حدود القرن السابع الميلادي كلها كانت عملات بيزنطية وفارسية والأكثر غرابة من ذلك هو امتزاج شعارات بعض هذه العملات سوى بقى كانت شعارات مسيحية أو يهودية أو حتى زرادشتية مع شعارات وأسماء إسلامية زي ما احنا شايفين كده قدامنا وطبعا بيطرح تساؤلات حول عدم قيام النبي محمد أو الخلفاء الراشدين أو حتى أوائل الخلفاء الأمويين بسك عملة إسلامية خالصة وأيضا بيطرق علامة استفهام حول كيفية سماح الحكام بل وحتى عمت المسلمين باستخدام عملات عليها شعارات دينية مخالفة للعقيدة الإسلامية كالسلبان والنار الزرادشتية وغيرها ولكن هنا الحقيقة بيرد علماء ومؤرخي الدين الإسلامي بأن السبب هو انشغال المسلمين بالحروب في ذلك الوقت وبالتذبيط أرقان الدولة فضلا عن أن العرب قد تعودوا على تداول مثل هذه العملات ومن أنه كان هناك أيضا نوع من أنواع التسامح الديني مع معتقدات الأديان الأخرى ولكن هذه الردود لم تقنع الكثير من الباحثين وخصوصا الباحثين المعاصرين اللي اعتمدوا بشكل كبير جدا على مدلولات هذه العملات في عدد من الفرضيات زي ما هنعرف كمان شوية وبقى احنا كده تقريبا عرفنا كل تفاصيل الاتجاه الأول هل بقى نقدر دلوقتي نحدد بشكل علمي مدى موثوقية التفاصيل الكثيرة جدا والروايات الكثيرة جدا الموجودة في تلك الرواية الإسلامية لحب شكل علمي علماء التاريخ لدائم كده زي تدرج من الصحة والموثوقية في أي حدث تاريخي وفقا لمجموعة من الشروط يعني ايه الكلام ده؟ يعني بامثال بسيط جدا لو خدنا مثلا أي حدث تاريخي وليكن معرقة هنا بقى مثلا لو عندنا دليل أو نقش أثري على هذه المعرقة وأيضا لدينا كتابات معاصرة لها من الجانب المنتصر وأيضا كتابات معاصرة لها من الجانب المهزوم هنا بقى نقدر بكل بساطة أننا نقول أن هذه المعرقة موثقة تاريخيا وصحيحة بشكل كبير أما بقى لو فقد الحدث التاريخي أحد تلك العناصر يعني مثلا ملوش نقش أثري أو كتب عنه بعد فترة لاحقة من مؤرخين معاصرهوش أو حتى كتب عنه من جانب واحد بس مش من الجانبين فده بيعتبر درجة أقل في الثقة والموثوقية وهكذا بقى بيتم ترتيب درجة صحة وموثوقية الأحداث التاريخية بالنسبة لعلماء التاريخ هنا بقى لو جينا لتفاصيل الرواية الإسلامية وخصوصا سيرة النبي محمد فلا الحقيقة أن رغم بزل العلماء المسلمين لمجهود ضخم جدا في توثيق هذه الروايات وخصوصا طبعا في الأحاديث النبوية اللي ابتكروا فيها الحقيقة عدد من العلوم والمناهج لتوثيقها مثل الجلح والتعديل وعلم العلل وغيرها من المناهج إلا أن مؤلف هذه الكتب لم يعاصروا النبي محمد ولا أي من تلك الأحداث بل كتبوا عنها زي ما قلت من شوية بعد مولد النبي محمد بحوالي قرنين من الزمان وأيضا كل ما ورد في هذه الكتب هو فقط اعتمادا على الروايات الشفاهية المتناقلة عبر السنين والتي بلا شك معرضة للأهواء والزيف والمبالغة وبالتالي لا يمكن بشكل علمي الاعتماد عليها بنسبة 100% أو القول بصحة كل تفاصيلها وخصوصا كمان زي ما عرفنا من شوية أن الأدلة التاريخية والأثرية لا تعطي تفاصيل كثيرة وبالتالي فالاعتماد على الرواية الإسلامية يجب أن يكون بحذر وبدرجة معينة من الصحة وخصوصا في الأحداث التالية لوفاة النبي محمد أما بقى القول بإنكار كل هذه التفاصيل كما يقول بعض الباحثين زي ما نعرف كمان شوية فده على الأقل في رأيي باعتبره الحقيقة تطرف فكري وأيضا القول بأنها كلها صحيحة وأن كل ما بها لا شك فيه فهو أيضا نوع من أنواع التطرف الفكري لأن أحيانا بنجد لنفس الحدث روايات مختلفة وطبعا مش هيكون بشكل علمي ولو تم فهيكون راجع لإيمان الشخص نفسه وفقا طبعا لمذهبه سواء سني أو شيعي أو غير ذلك زي ما هنشوف في الحلقات الجاية أن كثير من الاختلافات بينهم بتكون في قبول هذه الروايات تمام أنا كده تقريبا قلت كل ما يمكن أن يقال بخصوص الرواية الإسلامية وتحديدا سيرة النبي محمد أو الاتجاه الأول زي ما قلت نيجي بالي الاتجاه الثاني والمتعلق بالنظريات الحديثة المتعلقة أيضا بسيرة النبي محمد أو حتى بتاريخ الإسلام المبكر بصفة عامة هنا بقى الحياة ببساطة شديدة كان كل العلماء والمؤرخين سواء مسلمين أو غير مسلمين بيقبلوا بالرواية الإسلامية التقليدية وخصوصا أو حتى على الأقل في أحداثها الرئيسية بل وفي كثير من الأحيان بيعتمدوا عليها في نقدهم للإسلام وخصوصا في الروايات المسيئة للنبي محمد ده بقى كان حتى سبعينيات القرن الماضي عندما ظهرت مدرسة فكرية بتعرف بي The Revisionist School of Islamic Studies أو المدرسة التنقحية للدراسات الإسلامية ودي بقى حكيتها ببساطة إنها نشأت على يد المؤرخ الأمريكي جون وانس برو مدير كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن شون وانس برو ده بقدم أولى فرضيات تلك المدرسة الفكرية وادعا إنه بعد الاطلاع على الرواية الإسلامية التقليدية وبعد الاطلاع على الأدلة التاريخية والأثرية توصل إلى أن هذه الرواية الإسلامية التقليدية هي رواية مختلقة لتثبيت أرقان الدين الإسلامي في عصر الدولة العباسية وأيضا قال إن الإسلام والقرآن هما نتاج العملية من التطوير والتحرير استمرت لمدة قرنين من الزمان حتى اكتملت في عصر الدولة العباسية أيضا وإن الحياة رغم النقد الشديد جدا التي تعرضت له هذه الفرضية من كبل حتى المختصين والذين أخذوا على جون وانس برو إنه فصل بين الكرآن وبين النبي محمد وإنه هدم الكثير من الأحداث التاريخية دون أن يقدم دليل إلا أنه رغم هذا النقد إلا أن أفكاره شكلت ما يشبه الشرارة التي أشعلت فتيل لأعقول تلاميذه واللي كان أشهرهم هما باتريشيا كرون أستاذة التاريخ الإسلامي في جامعة كامبريدش في إنجلترا وأجدا المؤرخ الإنجليزي مايكل كوك الذين قاموا بصياغة رواية مختلفة تماما لتاريخ الإسلام المبكر خلال أول قرنين وهذه الرواية بقى نشروها في كتابهم الشهير جدا هاجريذم أو الهاجريين بحث في مرحلة تشكيل أو تكوين الإسلام بتقول بابة تريشيا كرونو ومايكل كوك في كتابهم هذا إن الرواية الإسلامية لا يمكن الاعتماد عليها لأنها في نظرهم رواية مختلقة وملئة بالتنقضات وإنهما بعد الإطلاع على الأدلة التاريخية وعلى الأدلة الأثرية توصلوا إلى إن النبي محمد كان قائد عسكري شكل في البداية تحالف ما بين اليهود وما بين الهاجريين اللي هو بقى اللقب الذي أطلق على العرب على أساس إنهم أبناء السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم ووالدة النبي إسماعيل جد العرب مبقى بتكمل هذه الفرضية فكرتها بأن هذا التحالف كان هدفه هو تخليص بيت المقدس من قبل الروم المسيحيين الأمر الذي تحقق لاحقا على يد الخليفة عمر بن الخطاب وبالتالي فكل ما يعرف بالفتحات الإسلامية سواء لبلاد فارس أو لبلاد الروم أو حتى لمصر فكلها من قبل هذه الحركة اليهودية العربية أما بقى بالنسبة لفكرتهم أو لفرضيتهم عن الدين الإسلامي نفسه فقالوا أو صاروا على نهج أو فرضية أستاذهم جون وانس برو من أن الإسلام هو أيضا نتاج لعملية تطورية بدأت في البداية باستقلال هؤلاء الهاجريين عن باقي الأديان الموجودة وقتها وأمام طبعا المسيحية واليهودية وقاموا بتأسيس دين جديد يعتمد على المسيحية واليهودية بيقولوا بقى أن الهاجريين جعلوا القائد محمد نبي على غرار النبي موسى وأيضا جمعوا كتاباتهم وشكلوا الكرآن على غرار التوراة عند اليهود وأيضا جعلوا لهم هيكل مقدس اللي هو الكعبة على غرار الهيكل الموجود في القدس وأيضا جعلوا لهم مدينة مقدسة اللي هي مكة على غرار مدينة القدس وخيرا بقى بيختموا رويتهم من أن الدولة العباسية عملت على تثبيت هذا الدين الجديد من خلال كتابات الأحاديث والسيرة وغيرها وأيضا عن طريق قمع الحركات العقلية التي نادت بالاعتماد على العقل ونبز هذه الروايات الشفاهية كالمعتزلة ولكن هذه الفردية تعرضت لنقد شديد جدا من قبل حتى أستاذهم جون وانس برو الذي أصدر مراجع لهذا الكتاب هسيبها طبعا في المصادر مع الباقي وقال فيه أنه برغم إعجابه بالمجهود الضخم اللي بزلوا تلاميذه إلا أن كثير من المصادر التي اعتمدوا عليها هي مصادر مشكوك في صحتها وأن كثير من الاستنتاجات التي قالوا بها تفتكر إلى أدلة حقيقية وإلى ترابط منطقي وحاء بعد البحث وجدت عدد كبير من الباحثين والمؤرخين الذين رغم إعجابهم بهذا المجهود وببعض الاستنتاجات التي في رأيهم منطقية إلا أن معظمهم رفضوا الفرضية ككل ولذلك لم تلقى هذه الفرضية كبول في الأوساط العلمية لدرجة حتى أن باتريشيا كرون نفسها قالت بأن هذه الفرضية ما هي إلا فكرة مبدئية وليست نتيجة نهائية ولكن حابة ريشيا كرون وصلت بحثها في الإسلام لتدعيم فرضياتها وأصدرت لنا بعد عشر سنوات أشهر كتبها وهو كتاب مكن تريد أن ذرايس أوف إسلام أو تجارة مكة وزهور الإسلام قدمت بابة ريشيا كرون في هذا الكتاب فرضية جديدة تماما وقالت بأن حياة النبي محمد وأحداث التاريخ المبكر للإسلام لم تحدث في مدينة مكة المعروفة حاليا بل حدثت في شمال شبه الجزيرة العربية أو في بلاد سوريا وقدمت بابة مجموعة من الأدلة التي اعتمدت عليها في القول بهذه الفرضية واللي من أهمها في رأيها هو عدم وجود ذكر لمدينة مكة أو لقبيلة قريش في أي من المصادر غير الإسلامية حتى القرن التاسع الميلادي وأيضا عدم وجود ذكر لمكة أو لقبيلة قريش في أي من خرائط العالم القديم فضلا عن أن مدينة مكة لم تكن على طرق التجارة القديمة ولكن هذه الفرضية هي الأخرى تعرضت لنجد ولم تقبل في الأوساط العلمية بشكل واسع ونقضها عدد من المؤرخين أمثال المؤرخ الإنجليزي روبرت سيرجنت الذي درس مستبت ريشا كرون في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن الذي قال عن كتاب ريشا كرون بأنه غير منطقي ويفتقر إلى فهم البنية الاجتماعية للجزيرة العربية وملئ بالتفسيرات غير المنطقية ولكن في الواقع قبل عدد من الباحثين هذه الفرضيات وشجعتهم على الخروج عن الإطار التقليدي اللي هو الرواية الإسلامية التقليدية في فهم التاريخ المبكر للإسلام وبالتالي بقى بدأت تظهر لنا العديد من الأبحاث والكتب التي تتحدث عن روايات مختلفة أو إطروحات مختلفة لتاريخ الإسلام المبكر من أشهر تلك الكتب مثلا كتاب مفترك طرق للإسلام أصول الدين العربي والدولة العربية بيقول بقى مولفي هذا الكتاب أن العرب في البداية تبنوا عقيدة توحيدية مبنية على الديانة المسيحية والديانة اليهودية ومن أنهم اتجهوا ناحية بلاد الشام واستولوا عليها بعد انسحاب الروم منها وبالتالي شكلوا أول دولة أو إمبراطورية عربية كان أول ملك لها هو معاوية الذي بدأ من عصره تشكيل الدين الإسلامي حتى اكتمل في عصر الدولة العباسية يعني إلى حد ما صاروا على فردية جون وانس برو وتلميزه وأيضا لدينا في سنة 2005 تروحة مختلفة عن الجميع اللي قال بيها أستاذ اللهوت قارل هاينز أوليك والتي تفيد بأن الإسلام نشأ كحركة عربية مسيحية معارضة لعقيدة الثلوث وأن كلمة محمد هي في الأصل لقب ليسوع المسيح وتحول مع الوقت إلى اسم لنبي عربي في مرحلة تشكيل الإسلام في عصر الدولة العباسية كما يقول وأخيرا بقى من 4 سنين في سنة 2017 ظهر لنا أحد أشهر الكتب التي اعتمدت على تلك الفرضيات واستخدمت منهجية جديدة وهو كتاب Early Islamic Cibles أو كبلات الإسلام المبكر لمؤلفه دان جيبسون الذي استخدم التكنولوجيا الحديثة وعمل مسح لكل المساجد التي بنيت في أول قرنين من ظهور الإسلام ووجد أنه معظم إن لم يكن كل هذه المساجد لديها درجات انحراف وتتجه كبلتها في معظمهم ناحية الشمال ناحية تحديدا مدينة البطراء في الأردن وليس كما هو مفترض أن تكون ناحية مكة أو ناحية المسجد الحرام وبالتالي بيقول دان جيبسون أن هذا يعد دليل إضافي في رأيه على الفرديات السابقة التي تقول من أن الإسلام ظهر في الشام وأيضا دعمت ببعض الشواهد مثل أن بيئة مكة المسكورة في القرآن هي بيئة ساحلية وليست صحروية ومن أن حتى أنواع الفاكهة المسكورة في القرآن هي أيضا فواكه ساحلية وليست صحروية مثل عنب ورمان وزيتون ولحم طريا وغيرها ولكن الحياة دراسة دان جيبسون دية تعرضت لنقد شديد جدا وخصوصا من قبل المؤرخ الإنجليزي الشهير ديفيد كينج الذي أوضح عدد من الأخطاء العلمية التي وقع فيها دان جيبسون والأهم أنه أوضح أن المسلمين في هذا العصر لم يكن لديهم هذه التكنولوجيا وأنه طبيعي جدا أن تكون هناك بعض الانحرافات في توجيه قبلات المساجد فضلا بعن الاعتراضات التقليدية الموجهة للفرادية ككل لها فرادية أن الإسلام ظهر في بلاد الشام من اتفاق كل الفرق الإسلامية رغم الخلافات الحد الشديدة بينهم على الرواية الإسلامية في خطوطها العريضة ولم يذكر أي منهم ولا حتى أي من المؤرخين أي إشارة على أن مكة الحالية كانت توجد في الشام أو من أن الإسلام ظهر في بلاد الشام فضلا طبعا عن صعوبة تصديق ومنطقية أن تكون كل تفاصيل الرواية الإسلامية هي محد خير لو جينا بقى بعض نقيم هذا الاتجاه الثاني زي ما عملنا كده مع الاتجاه الأول لا يببساطة شديدة أن كل هذه الفرديات الحديثة بتعتمد بشكل أساسي على عدد من الأدلة يعني كتابات المؤرخين المعصرين الأدلة الأثرية المعتمدة كالنقوش والمخطوطات الأثرية وطبعا العملات المعدنية المتداولة في هذه الفترة لو جينا بقى لهذه الأدلة كلها هنجد أنها كلها قاصرة على أن تعطي نتيجة حاسمة فضلا على أن تعطي رواية كاملة فأقصى ما يمكن أن تبوح به هذه الأدلة هو بعض الإشارات لحدث أو لمعرقة أو لإسم مالك أو لتاريخه وما إلى آخره وبالتالي فكل هذه الفرديات هي في النهاية اجتهاد الباحث في نسج رواية بتتفق في نظره مع هذه الأدلة المختلفة بأكبر قدر ممكن وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة فكل تلك الفرديات الحياة زي ما شفنا مع بعض بتفتقر إلى الأدلة الحقيقية وأيضا الأهم ثم الأهم أنها لا تعطي صورة متكاملة أو رواية متكاملة بديلة عن الرواية الإسلامية تجيب على كل التساؤلات بس كده وصلنا لنهاية حلقتنا إلا أعتقد أن جمعت فيها كل وجهات النظر بشكل مبسط ومرخص وحيادي على قد مقدر وأعتقد بأنه مع الحلقات القادمة هتتضح الصورة أكتر وأكتر إلا هتكلم فيها عن الأحداث التاريخية بعد وفاة النبي محمد وخصوصا مع وفرة الأدلة التاريخية والأثالية ما تنسوش بابصوا على المصادر اللي بالمناسبة هسيب فيها كل الكتب والدراسات والمراجعات والروايات اللي اتكلمت عنها في حلقة النهاردة سلام موسيقى